موسيقى وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة نبض الحية مبارح واحدة صاحبتي كانت بتسألني عن تكلفة المساهمة في بير الميا فبقول لها ان القبار انواع وسألت عن بير القبار التخزينية بكام اللي في مطروح مثلا فقلت لها حوالي 25 ألف جنيه فلاقيتها بقى بتقول انا نفسي اساهم بس للمبلغ اللي معايا صغير قوي مش هيعمل حاجة في البير قلت لها يعني كام قالت لي انا كم معايا ألف جنيه فدول هجيبوا ايه بقى هجيبوا الجردل والحبل اللي هننزلهم في البير وبتهزر يعني بتتحك وكانت محبطة يعني فقلت لها ده مبلغ مش صغير خالص عند ربنا وانتي لو مسته صغراه وعند ربنا كبير وكبير قوي ده ممكن سبحان الله الجنيه يسبق ألف جنيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مرحب بضفنا دكتور أحمد الدسوئي من علماء الأزهر الشريف وهنتكلم عن مشروع جديد من مشروعات مؤسسة نبض الحياة هو محطات تحلية الماء أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا وعايزين نبدأ كده حلقتنا ونقول أن سبحان الله محدش يستصغر الصدق بتاعته أبدا وزي ما النبي علمنا أن ممكن الدرهم يسبق ألف درهم الله جميل تعالي في البداية نثني على الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله وسلم أنا أقول استعادة بالله من الشيطان وبسملة بالله الرحيم والرحمن وحمدا لله الواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران الأشرفان على سيدي ولد عدنان اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن اللهم الدين اللهم أمين اللهم أمين وبعد تعالي في البداية أقولك حديث لسيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده مليان أسرار ومليان أنوار فعلا هيخلي كل وعد فينا يخرج الطاقة الإيجابية والمشاعر وخاصة في هذه الأيام الحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيحه يعني هيك كلمة رواه الإمام مسلم في صحيحه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده صحيح مش شغل ده رويش أبدا سيدنا النبي قال الكلام ده قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بفالات من الأرض ماشي في أرض صحرة إذ سمع صوتا في السماء يقولوا اسقي حديقة فلان إذ سمع صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان فتنحت السحابة فأفرغت ماءها في شرجة من شراج الأرض يعني إيه بعدما سمعوا الصوت ده السحابة تحركت بعد الأمر السحابة تحركت وأخرجت المية اللي فيها في قطعة من الأرض القطعة دي شرجة يعني قطعة ما فيش فاق قطعة أرض ما فيش فاق مية يقول فتتبعتوا السحابة يعني الرجل اللي سمعوا الصوت ده راح جيره ورا إيه المكان اللي السحابة نزلت فيه المية فإذا برجل يمسكوا ممحاتة يعني اللي هي الآلة فإذا برجل يمسكوا آلة ويحولوا الماء إلى الأرض قعد بإيه بيجيب المية كده ويحولها فين في الأرض بتاعته فقال له ما اسمك قال اسمي فلان النبي ما زكرش اسم الرجل فقال اسمك فلان قال نعم قال لما تسألني عن اسمي ليه بتقول لي اسمك ليه قال فإني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ماءه السحابة الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان وذكر اسمك فما الذي بينك وبين الله حتى يذكرك الله عز وجل عنده ما الذي بينك وبين الله حتى يذكرك الله عز وجل عنده فقال أما أنك قد قلت بلا ما انت قلت طبعا سألتني بقى خلاص هقولك إيه اللي بيتم فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض اللي بيخرج منين من الأرض أتصدق بالثلث وآكلوا أنا وعيالي الثلث والثلث والأخير أرجعوا مرة أخرى إلى الأرض بمعنى إيه حسابات مع ربنا مش 2.5% اللي هي زكا حسابات مع ربنا مش ربع العش لا أبدا حسابات مع ربنا إن أنا باخد اللي يكفيني أنا ومرات أولادي في الأكل والثلث الثاني برجعه للأرض تاني الزراعة للموسم الجديد اللي محتاجة محاك كيماوي محتاجة شوية اللي هو الأمور اللي بتصرف في الأرض والثلث الأولاني ده بيروح لمين لربنا بس يعني حسابات مع ربنا عز وجل أنا باخد احتياجاتي والبقى كله إيه بيخرج لمين لربنا عز وجل الحديث ده لما بتحضيت بتقريه أو تسمعيه لازم نقف عنده لازم نفرمل كل واحد فينا لازم يفرمل في حسابات تانية مع ربنا عز وجل ألا وهي من أقام أمر الله أقام الله عز وجل أمره ومن سخر ما بين يديه لله سخر الله له ما بين يديه الألف جنيه اللي حضرتك قلتها اللي كانت مع صحبتك ومستقليها هي لا تملك إلا هذا يبقى أنا لو سخرت ما بين يديه لله سخر الله له ليه ما بين يديه على سبيل المثال هوسع الدائر أكتر لو واحد قام كده بالليل وصلى ركعتين لربنا عز وجل ربنا يعطيه القوة ونشاط في النهار أكتر من اللي أكتر من اللي نام الليل بطوله سبحان الله فعلا شفتي يبقى الإنسان يسخر اللي بين يده لربنا أنا موظف اللي بيتاجر مع ربنا في أي حاجة سواء فلوز أو مجهود أو عبادة أو أي حاجة ربنا هو اللي بيبارك والله لو وظيفة عقومية أنا بعمل فعل للعز وجل مش لازم أفتح الدرجة عشان أحط أبدا لربنا ربنا سخر لي حياته كلها طبعا سبحان الله نقف عند دي نقف هنا ونشوف أول تقرير ومؤسسة نبض الحياة ونرجع نعلق علي نبض الحياة جاية علشان تعاين وتشوف مشكلة الفلتر بتاعتكم اقفوا وقلوا لهم ايه المشكلة إن القرية تحتاج وفي أمس الحاجة لمحطة تنقيط مياه عملنا اختبار للمياه هنا وجدنا إن المياه هنا محتاجة لمحطة تحلية لأن طبعا إحنا ناس يعني على جد حن ففيش ما عندناش داخل ولا عندنا أي حاجة نحتاج إلى محطة تنقية المياه نظرا لأن المياه عندنا في البلد سيئة للغاية ووعد من أهل الخير إن المحطة دي هتكمل في أقرب فرصة وفي أقرب وقت بإذن الله مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة على أرض الواقع في قرية شوب رابيل مركز الصنطة محافظة الغربية علشان نعيش مع الناس فرحة عظيمة جدا 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 بمحطة تنقية وتحلية المياه الناس إننا النهاردة فرحانة ومبسوطة الكبير والصغير أحسن لحظة أنا شفتها في حياتي لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب وأفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم النهاردة كانت الترجمة إنجازات مؤسسة نبض الحياة النهاردة بتتكلم وكل الباقي هيتعلم بمؤسسة نبض الحياة بنشكر مؤسسة نبض الحياة إنها جابت لنا مية نظيفة وجميلة ومية حلوة كنا بنسافر مسافة طويلة عشان نجيب شوية حلوية إن شاء الله صدقتك بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة شهدالك شهدالك قدام ربنا سبحانه وتعالى النهاردة صدقة جارية والسفرية مش مجرد صدقة لحظية طبعاً التقرير اللي شفناه كان عن محطة تنقية وتحلية الماء يعني نشرح للمشاهدين يعني إيه؟ جميل ده نشاط من أنشطة حملة سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة نقولنا مؤسسة نبض الحياة مليانة حملات حملة سطرة حملة إطعام طعام حملة دفع حملة سقف البيوت حملة شفا حملة وقف النخيل حملة سقي الماء قلنا حملة سقي الماء تحتها أربع أسهم السهم الأول بير لتجميع مياه الأمطار اثنين وده مؤسسة نبض الحياة وصلت فيه إلى ما يربو أي ما يزيد عن ألف بير فعلاً على أرض الواقع دي الأبار التخزينية التخزينية تجميع مياه الأمطار ثانياً بأبار ارتوازية وده بين السويف والمينيا وطبعاً جغرافية المكان وبيئة المكان هي اللي بتقول لي اعمل هنا كذا ويعمل هنا كذا التوازية دي اللي هي المية من تحت الأرض من تحت الأرض عملنا أكثر من 500 بير على أرض الواقع فعلاً وموجودين وأماكنهم موجودة وكل واحد تبرع عارف أن البيئر بتاعه موجود في المكان الفلاني موضوع رقم 3 وصلات المية وصلة مية للبيئ زي الحدد الموجود في بيوتنا خلاص وده بيكون في واجه بحري خلاص وخاصة ممكن يكون في إينا فكل جغرافية المكان هي اللي بتقول لي اعمل لي هنا وصلة ولا تعمل لي هنا بير والبير هنا نوعه كذا أو كذا يعني أنا بيعملش بمزاجي أجي مثلاً في واجه بحري أقوم عامل بير تجميع مياه الأمطار هقول عليها أهبل طبعاً لكن جغرافية المكان هي اللي بتقولك اعمل هنا إيه دمين أنا الوقت وصلت وصلة مية عندي في البيت وصلة المية دي ببص بلاقي المية نسب فيها الشوائب كتير جداً نظراً لمحطة الكبيرة اللي بتدخل المية محتاجة لفلطرة ومحتاجة لإمكانيات مش موجودة فيها فطبعاً أنا كواحد في البيت مراتي وأولادي مش هعرف أشرب منها لكن ممكن أستخدمها لاستخدام العام إلا موضوع الشرب ليه؟ علشان خطرها لو شدت منها ترتب عليها مشاكل صحية فطبعاً ما فيش حل إلا أن تعمل محطة لتنقيط وتحليط المية للقرية بأكملها مش لبيت يعني المحطة اللي احنا شفناها في التقرير دي ما بتخدمش أسرة بتخدمش أسرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة بتخدم قرية بأكملها الغرض من هذه المحطة أن أنا أشرب مية نظيفة بس الغرض من أنت تشرب مية نظيفة يعني كل اللي بيشرب من المحطة دي كل اللي بيستخدم المية من المحطة دي للشرب فقط فتخيالي بقى أن حضرتك لما أنا أساهم أو أتواصل مع المؤسسة في موضوع محطة زيادية أنك شوف كام واحد في القرية بيشرب وما بيشربش مية مرة في الشهر ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في اليوم تخيالي شوف على مدر اليوم وفي كل ذات كبد رطبات أجر فالموضوع ده بسم الله ما شاء الله صدقة جارية فعلا صدقة جارية شفت لما بنجي نعمل يقولك ايه يعمل كل دير كل دير مية في ثقافتنا اللي هو بيكون قدام البيت أو الكلام ده كله ده أوسع من الكل دير بمئات المرات شوفنا في التقرير كلمة واحد ديسمبر 2021 يعني الكلام ده عد عليه ثلاثة أربع شهور في الثلاثة أربع شهور اللي فاتوا دول مؤسسة نابض الحياة قامت بعمل أربع محطات أنا بكلم أرقام وأي واحد عاوز يقول أنا هاعمل أنا بقول لحضرتك عاوز تعمل تعالى المؤسسة وقول أنا هشيل محطة بأكملها تكلف مية ألف مية وخمسين ألف على حسب على حسب طبيعة المكان وعلى حسب المستفيدين من المحطة وقول يوم اللي افتتاح بتاعها هكون أنا موجود واستلمها بإيدي وقصة نابض الحياة بتقول أهلا وسهلا زي ما بتجي في البير زي ما بتجي في النخلة تعال برضو كذلك في المحطة وقف على صدقتك إحنا بنسافر الصين واليابان علشان خطر جودة من الدنيا لما أنا فتح مؤسسة معينة في بتاجر فيها في الدنيا بتسافر الصين علشان تشوف جودة المنتج للدنيا يبقى الأخرة خارن وأبقى طبعا يبقى لازم أروح واشوف العمل بعيني علشان كمان الواحد يطمن ويحس بالمصدقية يروح يبص ويشوف بنفسه طبعا الشيء أروح وأتأكد بنفسه وده اللي أنا بقوله في كل حاجة أنا بطلع فيها أقول تعالى من باب المصدقية والثقة لأن أنا أشوف التجارة بتاعتي التي لن تبور اللي هي التجارة الدائمة أجري واشوف وأقف عليها بإيدي وزي ما قلت لحضرتك أنا لما بسخر لباب بين إيدي ربنا ربنا عز وجل بيسخر لي اللي بين إيدي وإحنا محتاجين الموضوع ده كل في حياتنا جدا القصة اللي أنا ذكرتها في التقر الأول فيها دروس وعبر لازم ننقف عندها بيشوف يعني منها أن الكون ده كله بتاع ربنا عز وجل هذا الكون كله ملك لله عز وجل فقوانين الكون لا تسري على الله إنما تسري على الناس يعني القوانين ده بتحكم البشر لكن لا تحكم رب البشر شوفوا في الحديث ربنا صخر السحابة لمين لهذا العبد والنبي ما ذكرش اسمه في الحديث لإنه مجهول في الأرض ولكنه معروف عند الله عز وجل في السماء فالقوانين كلها ربنا عز وجل بيسخرها يسخرها للبشر كما يريد لا كما نريد علشان كده قلت من أقام أمر الله أقام الله عز وجل إيه أمره واحد يقول لك إيه تا الراجل ده بتاع ربنا الراجل ده بتاع ولي ليه لإنه اللي بيعوزه بيلاقيه وإنت ليه ما تكونش بتاع ربنا إنت كمان ليه ما تكونش هو ده بتاع ربنا وأنا بتاع الشيطان كلنا لازم نكون لربنا عز وجل لازم كلنا نكون في اتجاه ربنا عز وجل عشان ربنا يعطيك اللي أنت عاوزه ما هو أنت مش سبحان الله احنا كلنا عاوزين اللي في دماغنا وكل واحد عاوز الوظيفة الفلانية وعاوز ساكنة كلنا عاوزين ساكنة في بيوتنا وعاوزين البركة في بيوتنا وعاوزين الاستقرار وعاوزين الهدوء وانا واحد شاب عاوز تجوز البنت الصالحة تكون زوجته صالحة والواحدة تكون عاوز تكونت زوجة صالح زي ما ي serious وانت ما بتتحركش هو أصلا يعني ممكن مكون ما بيصليش وانصام لسانه شغال عن فلان وفلان فلوس الزكاة إن أداها بيشيلها من على قلبه ويرماها كده وخلاص وما فيش حاجة اسمها حسن توزيع للزكاة لذلك محتاجين في حياتنا في حياتنا إنك تكون مع ربنا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد سبحان الله إحنا دلوقتي هنطلع عفاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا خليكم معينا ومشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا وإحنا بنتكلم عن أنشطة مؤسسة نبض الحياة والنهاردة كنا بنتكلم على المية ومحطة تحليت المية وقبر المية طيب محطة تحليت المية زي ما كنا بنقول في أول حلقة إنه الصدقة ما نستصغرهاش وكل واحد يطلع اللي هو يقدر عليه يعني في محطة تحليت المية ممكن حد يقول أنا هسام بألف جنيه أنا هسام بعشر تلاف جنيه أنا هسام بعشرين ألف جنيه خمس تلاف كل واحد على قد ما يقدر المحطة بقى بتاع التحليت وتنقيط المية هي نفسها بتتكلف كم؟ هي بتتكلف على حسب ما مثلا من ستين لغاية مية وخمسين بس خلي بالك ده بعد التخفيض والأمور ده كلها لكن على حسب طبيعة المكان المكان اللي هتكون موجود فيه رقم اتنين على حسب اللي هستخدموها كام واحد أي يعني مثلا على حسب سكان القرية بيكون تكلفة المحطة ده بيكون الأمور الإدارية دي أكتر بتكون مع المنصق في الإدارة باتصال بيتصل المشاهد مع مواسطة نبض الحياة ويقول لهم المحطة اللي في المكان الفلاني اللي انتم عاملينها في المكان الفلاني تكلفتها هتكون كام واللي معمولة في الغربية تكلفتها هتكون كام واللي معمولة في قفر الشيخ دي تكلفتها هتكون كام لأنه كل مكان بيكون على حسب المكان وعلى حسب الناس اللي بيستخدموا يعني هي كلمة على حسب المكان أنا لما بتنزل قرية أقول له أنا عاوز أعمل عندك محطة تحليط مية فيقول لي أنا عنده نص إراث مش عارفة ديك أكتر من كده مش هجيب الأرض من عندي فين المكان المتاح فيقول لي المكان المتاح عندي ده المكان مساحته مثلاً 100 متر تمام فبيجيب لي موافقة عليه أنه يتم عليه بناء عليه محطة مية فكل دي موافقات بيتم زي موضوع بالزبط الوصلات المية بيكون فيه برتوكول تعاون ما بين المؤسسة وما بين الجهة الحكومية فكل أمر بيكون فيه الجهة اللي تقول لي أنت هتعمل هنا مساحة قد إيه وهتتكلف كام فده وأنا من مكاني هنا بقول إن أنا ماستصغرش أي شيء سيدنا نابي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النارة ولو إيه بنص طمرين حزيدك من البتشعر إن بالحديث اللي احنا ذكرناه في أول الحلقة قلنا موضوع إن معايا الألف جنيه أوجيههم صح هي دي البركة في الفلوس بالضبط أنا معايا عشر قرش أصرفهم في المكان الصح هي دي البركة في العشر قرش صح كده معايا عشرين قرش صرفتهم وعند عربية جيت تعربية تاني زيادة وأنا مش محتاجة هي دي عدم البركة في اللي أنا بملكه يبقى البركة إن أنا أصرف أو أنفق اللي معايا في المكان الصح نشوف بقى تقرير ونرجع نعلى علي نحنا دلوقتي في قرية إبيانة مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ أما جينا هنا وشوفنا المعاناة بتاع الناس ولجينا المية غير صالحة للشرب المحطة دي بتخدم كام نسمة ما يقرب من 30 ألف نسمة الناس وهم مجابليني عشان نفتتح المحطة الناس فرحانة جد إيه الناس مش مسدجة أنا باشرب من المية لجيت حاجة جميلة جداً والمهندس بيشرح لي إن إحنا عملنا المحطة دي نسبة الأملح فيها 120 يعني مش 250 ولا 300 ولا 40 لا 120 نسبة الأملح فيها يعني مية صحية 100% مية منهاش دعوة بالكلة خلص ما تتعبوش ما تتعبش البطن ما تتعبش الأمعاء ما تتعب ماء صالح بيفلطر لك جسمك بيخلي فيه نظرة في وشك ليه واجعلنا من الماء كل شيء حي شفنا طبعاً مع بعض التقرير ودي محطة تحلية تانية طبعاً قالوا أنت حرك ليه؟ لأن بقتصب بالإدارة أقول لهم المحطة اللي جاهزة في المكان الفلاني بتاعة الشرقية هتتكلف كم بتاعة الغربية هتتكلف كم بتاعة إينا بتتكلف كم ففيه كم محطات موجودة وإحنا الحلقة بتاعتنا دايماً بنيت دي فيها إنجازات يعني مش كلام معاناة لا بس تالآخر محطة اللي احنا شفناها في التقرير كانت إيه في أكتوبر عشرين واحد وعشرين وأصبحت إيه في فبراير عشرين اتنين وعشرين فالحمد الله شوفي الفترة قد إيه وتتم تكلفة قد إيه فيها ووصلنا فيها لإيه المحطة دي كلفة مية وخمسين ألف جنيه لما شوفي تخيالي بقى شوف في تلات أربع شهور تم إنجاز المعاناة بتاعة المكان أنا دايماً بقول إن مؤسسة نبض الحياة كلها إنجازات وأرقام مصدقية وثقة الرسالة بتاعة النهاردة من الحلقة اللي أنا عاوز أقولها إن أنا في إيه عشر قروش البركة فيهم إنهم ينفقوا في المكان الصح البركة اللي إحنا للأسف ما بنلتفتش إليها العبرة في الحياة مش بالكم العبرة بالكيف بدليل إحنا بنشوف ناس معها فلوس كتير جداً جابوها من حرام وعن رغم من ذلك يقولك أنا حاسس إن أنا معايش حاجة يبقى العبرة في البركة وناس سبحان الله مرتبوا ضعيف جداً وتلاقيوا مبسوط وعايشوا مزاجه حلو ليه؟ لأن البركة موجودة ولهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أنا لا أسأل الله عز وجل الرزق ما بقولوش يا رب رزقني لأنه قد فرغ منه خلاص قسم ولكن أسأل الله عز وجل البركة في الرزق عاوزين بقى في اللي منذول نقول اللهم بارك لنا في أرزاقنا صح الدعوة دي بدأ من نقول يا رب رزقنا ما إحنا كلنا معنا فلوس بس فين البركة في هذه الأموال عاوز بركة في المال أخلي فيها جزء لمين؟ لله لله عز وجل لأن زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصدقة ما بتقللش المال بل بتزويده ما نقصه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نقص مال من صدقة أبدا بالعكس أبدا في زيادة وبالتجربة سبحان الله وأكيد كلنا عندنا التجربة دي جربتها من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف اعترف ومن اعترف أدمن ما عرف سبحان الله وطبعا أرقام تواصل مؤسسة نبض الحياة موجودة على الشاشة عشان أي حد عايز يتواصل معيهم إذا عايز يطلع من الزكاء أو من الصدقة أو الصدقة الجري وبشكر حضراتك في نهاية حلقتنا شكر الله عز وجل وبشكر كل مشاهدينا واسبكوا آخر تقرير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة نبض الحياة النهاردة الحمد لله رب العالمين الفرحة وصلت للقمة من قرية العمة الفرحة وصلت للقمة من قرية العمة كله فرحان كله مبسوط حتى الأطفال الصغيرة الأطفال رحوا الملعب دلوقتي ولعبوا وتعبوا وعرقوا عرشوا طب يروحوا يشربوا منين؟ من محطة التحلية المحطة التنقية المحطة الجميلة اللي بيطلع لهم مياه نقية ورجعوا يلعبوا تاني حتى السيدات الكبار في السن لقتهم جايبين عجلة وبيجروها ويشايلين عليها جراكن المياه المياه مياه مياه وعسل وبغت أحلم الأول والله يبرك لللي عمل يراه وخليه ويضي الصحة والله أحلم مياه ومياه بعد كده ما تلقيت والحياة بغت أحلم الأول ياميان والنهاردة الحمد لله يا رب العالمين جايين بنفتتح مع بعض المحطة بعد إعادة صيانتها يعني إحنا دلوقتي النهاردة بنفتح أبواب كبيرة جدا 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 مش بنعمل محطات تحلية بس ولا بنعمل إحلال وتجديد لمحطات التحلية بس لا وكمان بنعمل صيانة لمحطات التحلية إوعى تتأخر وخليك من المصلحين وخليك من المحصنين وسارع يكون لك أجرف في إنشاء أي محطة من محطات التحلية أو إحلال وتجديد أي محطة التحلية أو الباب اللي فتحته ومؤسسة نبض الحياة في صيانة محطات التحلية اوعى تنسى بأعمالك العظيمة حياتك هيبقى الهائمة